موسيقى يا مبور اللي رايح لفين يا مبور يا مبور يا مبور يا مبور اللي رايح لفين يا مبور شو شايفتك برحانة كتير بيالوزيفة الجديدة عجبتك مايك؟ نوست عجبتني ما عجبتني ممي بش بدي عمل هذا اللي صحح لي متل ما بتعرفي ثلاثة سنين وأنا عم دور على شغل هذا اللي صحح أنا الحمد لله رب العالمين هو لو كنت مكمل جامعة كان صحح لك وظيفة أحسن ولا أنت شو رأياتي؟ يا أمي يلي مضى مضى بعدين شبه الشغل بالسكاك الحديدية؟ وشو رح يسلموك؟ والله ما باري بس إذا جيت إلا رغبتي بتمنى كون شوفير قطار وكون كل يوم ببلغ شغلة حلوة الله يوفقك يا ابني وينولك اللي ببالك يا رب على هوا ملكاتي بالاستمارة رغبتك الأولى هي صائق قطار مضبوط صائق قطار آسفين ما مشي الحال لأنه التقرير الطبي بقول مع ضعف بالنظر وأنت مثل ما بتعرف الصائق بدي يقوم بنظره سليم مية بالمية مضبوط طيب طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطة الشمالية موسيقى لك شباكن يا شباب خليكم بالدون على حلا؟ ايه اتكام معي هنا ايه ايه اكتنا اه ايها ايها شرع اشتركوا في القناة مصر لي خمسة شهور عم بشتغل شلوم دك تغطبيلي اما سدات ايب توفيت اللي علي شوان حكيي ما رح يهدالي بال ولا اتهنى بعمري حتى جوزك وشوفولا دك قدامي تذكر على حلب زبتريت تذكر على اسطنبول مع منامي لو سمعت خلاص مين حسان عبد الحليم هكو معقول عني التذكر хسان الحمدله ما去شتعب اخوutanuc يعني شغلة سنتين جماعة ماشي نازل تريد يا أخ هل يمشي القطار؟ طول بالها يلا ديك لك هاي كرتي هاي رقم تليفوني اتصل فيني لا تأخر علي عم باستناك ها اي خلاص ولهم ما ماشي؟ أهلي بس انكتصوا السلامة تذكر على حمص اي واقف عشانه بعد ما خلصت تجارة واغتصاد أعملت اقتصاص تسويق وإدارة أعمال أعمل يعني أنا بسويق منتجات لشركات عالمية وبطلع لي نسبة عربية اي واقف معناتك بتساطر كتين كل شهر شهرين بسافر لي سفرة أنا شايف أوروبا كل ياتا جنوب شرق آسيا الماليزيا الفلبين الكوريا كل ياتهم هذول شايفهم شغلي هيك بيتطلب حلو السفر ما هي حلو اي والله يا عبد الحليم ما في أحلى من السفر يعني شو بدي أحكي لك لأحكي لك بتشوف بلاد أشكال ألوان بتشوف بشر عالم جبال وديان غابات جزور شطان بتاخد العقل يعني بالنهاية السفر متع كبير صحيح أنت ليه ما بتسافر معي أه أنا ايه أنت لو أمني سافر معا أنت لو أين بتحب بتسافر ما برحب رحمة الله النسبة لي يعني بحب بسافر على بلدان كتير هذول اللي قلت عن هذا بس أنا بحب روح على إسبانيا بيقولوا حلوة كتير هيك قالوا لي ما برحب اي والله يا عبد الحليم حلوة كتير كتير أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من الثاني ايه ودخلك قدش متكلف السفراء انت اعتمد ولا يهمك هالمرة خليه على حسابي لا شو شو خليه على حسابك لا بالله ما قدش متكلف السفراء تي يعني إذا بدأت تروح من القطار شغلة عشر تلاف ورأة مواط حلو حلو كتير خلص بس دبر المساري بحاكي كبير الله لعيونك عبد أنا جاهز بأي وقت يعطيك العافية أمي أهلين ماما الله يعطيك العافية تفضلي أمي هايل معاش الله وكيلك ما أخذت منه غير خمسمائة ورأة إنه بدي أعرف يا أمي ليش عام تصمّت كلها للمساري وشو عدا فيك عندي عم تصمّع؟ لقيت على رفخ زانتك مصاري وأنا عم مسح غبرتك اه مصبو خلص بعدين بالله شو عم تخبّي على أمك يا درسان؟ لا تخبعي ما تخبعي أمي تعرفيني لما كوني هيكا تعبان وماني أكل ما عاد عارف فكّر ولا عاد عارف أحكي خلص بس أكل بحكي لي على عيني ما عاش الجوع إلهي يا عبد الحليمي يبعط لك وحدة تسعدك وتريحي أبسنا معالين؟ يلا دقيقة بس بس باية السلام عليكم أهلينا مع عمر أهلينا مع عمر شو نص عبا؟ موجي على بالغ طبض اليوم؟ لش إجا المحاسب بالبنا؟ اي نعم إجا وبحب بشرك إنو طريع لكل واحد منا ألفين وخمسمائة ليرا عمل إضافي شو الحكي؟ ايي بتم عملها هلا أنا عبطة طيب أبو عمر زكاة عيونك في مجال تقعد محلي شعشو ضائق بص لبينما رؤوابط وإجي إذا ما فيها سئلها ايي؟ تكرم عينك لك على عيني وراسي موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أمي؟ يا أمي؟ موليد؟ أمي؟ أمي؟ خير أمي؟ مبروك يا أمي، إجاك مهند الله يبارك بعمرك يا أمي ماذا؟ حطيناه بالحاضنة لأنه مسبق شهر ونصف بقى أنتم استعجل الكثير على الجاية على الدنيا مبروك يا أمي، مبروك؟ الله يبارك فيك حبيبي لماذا لم تخبرتوني؟ حاولنا كثير منتصل فيك، لكن الخط عندك كان مشغول وما رديت الدكتورة إلا بعملية قيسرية طبعاً لأنه كانت عم تنزف كثير وكان في خطر عليك وعالجنين ما هو مشكلة حبيبتي، ما هو مشكلة المهم تقومي بالسلامة، أنت ولا صغير دخل أستاذ فضل معي المحاسدين، مشان بتحدفها على الحساب تكرم عيونة أمي معك مصاري؟ مرحباً، معي، معي، معي أي سيدي، قديش بدك تعطيني هدفها على الحلق؟ ولا بالمبارب، قديش تاخذون كانتب العادة؟ حديث هذا شيئ عشرة طالع فلا نعم، نعم، ما شيء بحرم أنا نعم شرف هاي رح أعمل لك وصل بالمبلغ نعم بالتوقت أفونا بدور يا سيدة بطور؟ يعني إذا ما وقفت في الدور ما بدك تعملي؟ صار حسان? مو معو؟ لك لك لا أعلم صار حسان شو لست عادة؟ أنا لست عادة اتفضل جبتلك هاي معي مشان تعرف انه انا دايما مفكر فيه شوها؟ هاي حرير طبيعي جبتلك هاي معي من الصين ليش كنت بالصين؟ وقبلك كنت بماليزيا وباليابان وبكوريا بس انا بديفهم شغلي واحدة ما مليت نلعدي بها الابر؟ مليت والله يا سيد حسان بس شو بنا نعمل يالله كله كم شهر وبطلع تقاعد وبعدين اذا الله اعطانا عمر ويسرنا امورنا بسافر معك على اسبانيا يا سيدي ميت اهلا وسهلا ونعم الشريك والله بس حط بمعلومة السفرة صار تكلف كتير ها؟ ولا يهمة رح اقبضل من النقابة وغيرها تعويضات نهاية الخدمة بيطلعونهم شغلة ميتين الف ورقة بيكفوا؟ شنون ما بيكفوا؟ بيكفوا وبيزيد منهم كتير خلاص معناتها اصبع اعتبرني خلاص سفرت معكم مش الحال عظيم بس فهمني امتى تماما رح تطلع تقاعد؟ بواحد خمسة حلو كتير معناتها سفرتنا رح تحكم بعز الصيف والصيف كيف يا عمي؟ ولا شو؟ طلعت جوا السفرة ايه معلومة ايه؟ افضل اعيني عليك تمام تمام معناتها انا رح ابلش اصعب الفياز هلا انتي مبايان علي غير تعملي شوي تعملي صعب ولا يهمك كل ياتهم امم امي اوه تمام عبد شو رأيك انسافر بالطيارة؟ لا 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 شو الحكي؟ طول عمري عم بحلام سافر بالقطار سفرت على بخير الله ما بيطلع لي سافر مرة انا؟ ولو؟ انت اللي بيطلع لك؟ خلاص رح انسافر انا وياك بالقطار امتى؟ امتى؟ الاسبوع الجاي متل اليوم بلاقيك بالمحطة اه واخيرا اخيرا لحطا انا هالمرة يا سيدي متل ما بدك طاع انتي شو رأيك الترفي شوج كورك رجال من استاد المشافرين علي مدينة خلاص العبارين والمتجه الى حلب عطي الاشهام السواء حالة حتى وجه الى رسول 15 طعش تعمل أمو أهلين عمو أحدطتك الأستاذ حسان أين عمو أنا مهند ابنه العبد الحليم أهلين عمو ما شاء الله ما شاء الله وشو صاير الشاب ما شاء الله يا عمو والله هي بابا مريض شوي خير إن شاء الله أهلين عمو بيقل لك بابا بقدر أنا روح لإسبانيا أنت؟ أه أنا معك جواز سفار؟ أه معي بابا طلع لي معى جوازه قال إلا ما يلزم شهي نهار هاتو لأ لك الأسبوع الجاي مثل هذا اليوم بتجهز حالاً تتسافل معي على أسبوع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة